الوطنية للانتخابات تتبت اليوم وغدان ثطعون على قرارات اللجان العامة بالانتخابات الرئاسية إن وجدت تواصل القصف الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية ومطالبات دولية بوقف استهداف المدنيين والتصدي لممارسات المستوطنين بوتين يتعهد بالانتصار على أوكرانيا ويحذر من مغبة القرار الأوروبي ببدء محادثات ضمام كييف للتكتل الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم بدأت فترة البت في الطعون المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات في قرارات اللجان العامة إن وجدت والتي تستمر حتى غدا السبت السادس عشر من ديسمبر يأتي ذلك وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات على أن تعلن النتيجة العامة في يوم الثامن عشر من ديسمبر الجاري وتنشر بالجريدة الرسمية عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارة رسمية لدولة إيطاليا والتي استمرت لعدة أيام خلال الزيارة التقل لفريق أسامة عسكر بالفريق أول بحري جوسيكا فو دراجونا رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني عقد الجانبان جلسة مباحثات تنولت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية وتطورات الإقليمية الرهنة ونعكاستها على الأمن والاستقرار بالمنطقة كما تفقد الفريق أسامة عسكر قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية كما قام بزيارة ميدانية لأحدى الوحدات المقاتلة هذا وتضمنت الزيارة لقاء عدد من مسؤول الشركات الإيطالية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية والمرور على بعض منتجات الشركات أثناء مراحل التصنيع اشتركوا في القناة استشهد 27 فلسطينية نتيجة غارة إسرائيلية على مدينة رفح جنوب القطاع حيث أصابت الغار منزلين يضمان نازحين فلسطين فروا إلى جنوب القطاع المحاصر يأتي ذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن الجوع واليأس يدفعان سكان قطاع غزة إلى الاستلاء على المساعدات الإنسانية محذرة من انهيار النظام المدني هنا من يودع أحباته لآخر مرة بينما هناك من يبحث عن أقاربه وسط العديد من القسس وسالس يحمل قسة أبنائه وأحبائه لدفنهم تلك هي المشاهد التي باتت مألوفة في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي منذ نحو سبعين عاماً على الحرب لا يزال عدد الشهداء يرتفع مع تواصل القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع حيث واصل عدد الشهداء إلى أكثر من سمانية عشر ألفاً وسمانمائة شهيد فضلاً عن إصابة ما يقرب من واحد وخمسين ألفاً غارات إسرائيلية مع كل ساعة في قطاع غزة فمدينة رفح جنوب القطاع كانت على موعد مع غارة أدت إلى استشار سبعة وعشرين فلسطينيين حيث أصابت الغارة منزلين يأويان نازحين فلسطينيين فروا إلى جنوب القطاع المحاصر العديد من الجسل سأدفنت في خندق كبير بفواصل من الكتل الخرسانية تستخدم كقبور مؤقتة نظراً لقلة المقابر وكسرة عدد الشهداء وفي وسط القصف المستمر حذرت الأمم المتحدة بمنظماتها المختلفة مراراً وتكراراً من انهيار النظام المدني في قطاع غزة حيث أوضحت المنظمة أن المساعدات الإنسانية ضئيلة مقارنةً بضخامة الاحتياجات مما يجعل الوضع أكثر استحادة يتوصل لليوم الثاني على التوالي لانقطاع الكامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت وسط وجنوب قطاع غزة وعلى أجزاء متفرقة من مدينة غزة بسبب العدوان الإسرائيلي وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي مقتضب أنها فقدت الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة وبتواقمها العاملة هناك كافة في ظل قطع الاحتلال الإسرائيلي لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل للمرة الخامسة منذ بداية العدوان قالت المتحدثة باسم وكالة أونار وجوليات تومى إن قطاع غزة أصبح مكاناً غير مؤهل العيش به وأضافت تومى أن سوء الأحوال الجوية يؤدي إلى تثاقم الظروف الصعبة بالفعل في القطاع مشيرة إلى أنه يوجد لدى الأونروا 150 ملجأ إضافياً إلا أنها تحتاج إلى فتح المزيد من الملاجئ مقتضى ولا يمكن استيعاب المزيد من الأشخاص وأشارت المتحدثة باسم وكالة الأونروا إلى أن الأشخاص يلجأون إلى بناء أكواخ أو العيش في سياراتهم موضحة أن الأونروا تقوم بإدخال المساعدات إلى المنطقة إلا أن عملها يقتصر على رفح بسبب القصف العنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي نظمت جماعة يهودية احتجاجات في ثماني مدن أمريكية وعطلت حركة المرور في ساعات الضروة في شوارع وجسور مزدحمة للمطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة وأكدت الصحيفة بوليتيكو جامع واشنطن معلومات تفصيلية عن سلوك الإسرائيليين في قطاع غزة ما يؤكد حدوث انتهاكات لقوانين الحرب مظاهرات لا تنتهي ومطالب بوقف إطلاق النار لا تتوقف ومع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتعالى الأصوات المطالبة بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون وفي أحدث التطورات نظمت جماعة يهودية احتجاجات في ثماني مدن أمريكية وعطلت حركة المرور في ساعة الضروة في شوارع وجسور مزدحمة في واشنطن وفلاديلفيا للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وفي واشنطن قالت جماعة الصوت اليهودي من أجل السلام إن حوالي تسعين متظاهراً أغلقوا الجسر المؤدي إلى جادة نيويورك في الجزء الشمالي الغربي من العاصمة الأمريكية كما خرجت مظاهرات في بوستون وأطلانتا وشيكاغو ومينيابوليس وسياتل وبرتلاند بولاية أوريجين وعلى الجانب الآخر أكدت صحيفة بوليتيكو جمع واشنطن معلومات تفصيلية عن سلوك الإسرائيليين في قطاع غزة بالشكل الذي يتيح لها استخلاص الاستنتاجات لانتهاكات قوانين الحرب التي دعت لوقفها مراراً وتكراراً وبحسب الصحيفة قامت المخابرات الأمريكية بجمع معلومات مفصلة حول تصرفات إسرائيل منذ بداية التصعيد في السابع من أكتوبر الماضي وأشارت إلى أن تلك المعلومات تشمل من بين أمور أخرى الأهداف التي تم ضربها والأسلحة المستخدمة والعدد المحتمل للأشخاص الذين قتلوا نتيجة للهجمات وبالإضافة إلى المعلومات الاستخبارية نفسها أضافت الصحيفة أن أعضاء الكونجرس الأمريكي لديهم أيضاً معلومات ذات صلة قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفجير وهدم منزلين في قرية عريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية كما استهدفت قوات الاحتلال السيارة بصاروخين من طائرة مسيرة في مخيم بلاطة شرق محافظة نابلس وأفادت مصادر أمنية بأن طائرة مسيرة استهدفت سيارة يستقلها ثلاثة شبان في شارعاً بمخيم بلاطة ولم يصب أحد وأشارت المصادر ذاتها أن الأضرار لحقت بالمباني المجاورة نتيجة للقصف أدنت منظمة التعاون الإسلامي جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتوصلة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبت في مدينة جنان ومخيمها وأصفرت عن استشهاد 12 فلسطينيين وإصابة آخرين وعتبرت المنظمة في بيان أن ذلك يأتي في سياق الحرب المفتوحة والجرائم المتواصلة التي تقترفها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وطالبت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع المدني بتحمل مسؤولياته تجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه العسكري الغاشم تنفيذا لقرارات الجامعية العامة للأمم المتحدة قال مسؤولون أمريكيون أن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي رئيس الفلسطيني محمود عباس في رمالة اليوم وذكر مسؤول أن سوليفان سيناقش الجهود الجارية لإصلاح السلطة الفلسطينية وتقويتها ومحاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يأتي هذا بعدما قال سوليفان أن الضفة الغربية وقطاع غزة بحاجة إلى ربط حكمهما تحت قيادة سلطة فلسطينية قرى إصلاحها أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أنه يجب أن تنتقل السيطرة على غزة إلى الفلسطينيين ويتعين العمل على ذلك وفق جدول زمني وخلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته لإسرائيل أوضح سوليفان أن واشنطن ملتزمة بجهود تحقيق الأمن والسلام في المنطقة لافتا إلى أن بلاده تعمل مع مصر والأمم المتحدة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة نحن أيضا نستمر في الدعم مع مصر ومع الأمم المتحدة في إيجاد السبل لإدخال المساعدات وأيضا التأكد من عدم توسع وقت الصراع في المنطقة وأيضا نحن نؤكد التزام الرئيس بايدن للعمل على الجهود الدبلوماسية دعت بريطانيا وأكثر من 12 دولة شريكة من بينها أستراليا وكندا وفرنسا دعوا إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وقالت الدول في بان مشترك نشارته الحكومة البريطانية نزدياد وطيرة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينين غير مقبول مؤكدين أنه يجب اتخاذ خطوات استباقية لضمان الحماية الفاعلة والفورية للتجمعات الفلسطينية أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلده تواصل العمل بلا هوادة من أجل إطلاق صراح جميع المحتجزين في غزة يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه استعاد جثة الإسرائيلي الفرنسي الذي تم احتجازه خلال هجمات السابع من أكتوبر الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استعاد ثلاث جثة لمحتجزين في غزة خلال عملية في قطاع غزة وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الجثتين جنديين إسرائيليين كانوا محتجزين لدى حركة حماس منذ السابع من أكتوبر الماضي ترجمة نانسي قنقر تواصل مصر جهودها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغافية للأشقاء في قطاع غزة سعيا للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء العدوان الإسرائيلي الدموي عليهم طوال سبعين يوما كان مطار العريش استقبل خلال الساعات الماضية طائرة قادمة من الأردن حمولتها 18.5 طن ملابس مستلزمات طبية وأيضا طائرة قادمة من السعودية حمولتها 23.914 طن مواد إغاثية ومستلزمات طبية وكذا طائرة قادمة من بلجيكا حمولتها 29.940 طن مستلزمات طبية وطائرة أخرى من السعودية حمولتها 2.45 طن وسيارتي إسعاف ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السبع سيد أكرم بعد التحية كيف ترى الدور المصري في محاولة احتواء تطورات الأوضاع في غزة وخاصة على صعيد الأوضاع الإنسانية يعني الحقيقة مصر منذ اللحظات الأولى يعني من 8 أكتوبر دازل جهود كبيرة جدا للسكترة على الموقف سواء من الفلان لمرارة فتح معبر رفح والدفع لحوى دخول المساعدات وصولا إلى هدنة تم مدها أكتر من مرة لكن كسرت هذه الهدنة فمصد تجز الجهود سواء في قمة القائرة عليه السلام أو في تحركات القمة العربية الإسلامية أو غيره بالإضافة إلى مباحثات الرئيس والسلاطة مع كل الأطراف الدولية الفاعلة يعني مما فيهم الولايات المتحدة أو أوروبا أو الدول اللي كانت داعمها بشكل رئيسي في العدوان والاحتلال لكن الحقيقة طبعا كمان لولايات المتحدة نفسها أصبحت عجزة عن دفع نتنياهو أو غيره إلى هدنة أخرى أو إلى وقف لقد مات بالرغم من الغلايان العالمي وطبعا لولايات المتحدة عرقلت أي قرارات في مجلس الأمن أو أهم المتحدة بالفيتو بالذات في مجلس الأمن لوقف العدوان القاهرة الحقيقة لم تتوقف سواء المطار العريش أو معبر رفح لم يغلق من الجهة المصرية ويعني مضعفة المودة الغذائية أو الوقود أو الغاز أو خيره مع كمان السعي مع أطراف إقليمية ومع أطراف دولية ووسطاء ميء أن توصل إلى وقف وإنهاء لهذه الأمن وده قد يستلزم بعض الوقت لكن الجهود المصرية لم تتوقف مع ملاحظة أن مصر تصدت لأي محاولات تجاه تصفيق الخبار الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين أو وضع خطوط حمراء تجاه هذا الأمن دعم أستاذ أكرم كيف ترى الوضع في الأيام المقبلة وكما بكرت حضرتك مصر تقوم بدور كبير في هذا الإطار لكن ماذا عن استجابة المجتمع الدولي لذلك وخاصة مع سوء الأوضاع كما حذرت الأمم المتحدة من انهيار الأوضاع وأنه احتياج الفلسطينيين للمعونات يعني جعلهم يتكالبون على هذه المعونات بصورة تدعو إلى الخطر الإنساني يعني طبعا الحقيقة اللي حصل فعلا الأدوان المستمر بشكل كبير في محاولات مصرية لتصال مع أدول العربية وغيره مستقبل الأمر مرهول غالبا بتدخلات أمريكية زبر نيتنياهو على وقت هذا الأدوان خاصة وأنه الاحتلال لم يحقق أهداف واضحة تجاه وقف المقاومة أو غيره بالعكس هناك استمرار لتهديد مجتمع السعيلي من الدفع إلى الرهاج وغيره كل دي أوراق أعتقد أنه كان فيه اتجاه خلال الساعات الماضية لهدنة أخرى أو وساطة أخرى تبزل فيها جهود أطراف مختلفة لكن هذه الأمور تأخذ بعد الوقت وأعتقد أنه استمراري النهائي هو وقف هذا الأدوان لأنه لم يحقق متائب ونفس الأمر فيه الكثير من المواجهة مع المجتمع الدولي وغيره صحيح ساز أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع شكرا جزيلا لك نتابع مشاهدين الكرام على الهواء مباشرة مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف العنيف على قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اكد الرئيس روسي بلادامير بوتين أن روسيا تمضي قدما في العمليات العسكرية في أوكرانيا وخلال مؤتمر صحفي عقده سنويا أشار بوتين إلى الصعبات التي تواجه كياب مؤخرا في أرض المعركة كما شدد بوتين على ثقته مجددا بانتصار روسيا على أوكرانيا وأن الوقت سيكون لصالحه في عام الفين أربع وعشرين مؤكدا أن الانتكاسات التي لحقت بجيشه في عام الفين اثنين وعشرين أصبحت من الماضي كما كشف لرئيس الروسي للمرة الأولى عن عدد الجنود الروس المنتشرين في أوكرانيا متحدثا عن وجود ستمائة وسبعة عشر ألف في منطقة النزاع من بينهم مائتان وأربع وأربعون ألف تم استدعاؤهم للقتال إلى جانب الجيش اعتبر الكراملين انضمام أوكرانيا ومولدوفا قد يزعز على الاتحاد الأوروبي يأتي ذلك غدا تبدء مفاوضات انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي ورأى المتحدث باسم الكراملين ديمتري بسكوف أن الضوء الأخضر المعطى لأوكرانيا ومولدوفا من جانب الاتحاد الأوروبي الذي منح جورجيا أيضا وضع المرشح يهدف إلى إلحاق الأذى بروسيا اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات ضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل ورغم التفاؤل الأوكراني الأوروبي امتنع رئيس الوزراء المجري فكتور أربان عن التصويت على الاتفاق بعد قرابة العامين اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات ضمام أوكرانيا إلى التكتل وهو الطلب الذي قدمته كييف بعد وقت قصير من بدء العملية الروسية العسكرية في شهر فبراير من عام 2022 خطوة أعلنها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على خامش اليوم الأول من قمة لقادة دول التكتل السبع والعشرين مؤكدا أنه بمثابة إشارة أمل قوية لمواطن أوكرانيا وكذلك مولدوفا التي نالت من الاتفاق جانبا أيضا ورغم التفاول الأوكراني الأوروبي امتنع رئيس الوزراء المجري فكتور أربان عن التصويت بل وأكد أنه لا يريد المشاركة في مواصفه بالقرار السيء وبموجب مواحدة الإشبونة يمكن لأي دولة أوروبية أن تتقدم بطلب العضوية بشرط استفاء معايير كوبنهاجن والتي تشمل الدموقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان واقتصاد السوق فضلا عن قبول قوانين الاتحاد الأوروبي وفي هذا الإطار منحت أوكرانيا وضع المرشح رسميا إلى جانب جارتها مولدوفا في شهر يونيو عام 2022 وهي خطوة مهمة قبل البدء بالمحادثات الفعلية ولأن الطريقة ما زال طويلا أمامها كانت قد اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء منح أوكرانيا وضع المرشح مع التأكيد كذلك على الحاجة إلى تحسينات في القضاء الأوكراني الذي يعد أحد العيوب في نظرة الأوروبيين بالإضافة إلى المزيد من العمل في مكافحة الفساد كما أثار مسؤول الاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن العديد من القضايا الداخلية وإلى أن يتم تفعيل الضوء الأخضر ببدء المحادثات تبقى التوقعات المطروحة خلال الفترة القادمة مفتوحة على جميع السيناريوهات ويبقى السؤال الأكبر كيف تم الاتفاق على بدء المفاوضات في شأن يستلزم الإجماع بحسب القوانين الأوروبية وخرقته المجر بموقفها أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أربان أنه استخدم في قمة الاتحاد الأوروبي في بركسل حق النقد لمنع إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو من القروض والمساعدات وذكر أربان أنه استخدم فيتو على مراجعة الميزانية الأوروبية المتعددة لسنوات مضيفة أن الاتحاد سيعود إلى هذه القضية العام المقبل بعد استعدادات مناسبة ترجمة نانسي قنقر أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا تحتفظ بثلاث سفن حربية في البحر الأسود لا توجد بينها حاملات الصواريخ كاليبر وأضافة البحرية الأوكرانية أن روسيا تحتفظ أيضا بأربع سفن حربية في البحر المتوسط والسفينة حربية واحدة في بحر أزوف وبحسب يوكريم فورم يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة عشر منها حاملات صواريخ فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بثمانين سفينة من مختلف الأنواع أكد وزير الخارجي روسي سرغي لافروف أن بلده وبيلاروسيا لا تريان أي جدوى من مناقشة مساء الاستقرار الإقليمي مع الدول الغربية وأشار لافروف إلى أن موسكو ومنسك ستقومان ببناء هيكل أمني في منطقة أوراسيا مضيفا أن تصرفات الغرب الجماعي بما في ذلك الأزمة الأوكرانية أدت إلى انهيار النظام الأمني بأكمله في أوروبا ودفن الغربيون لمبدأ المساواة ذكرت وكالة أنباء نوفاستي الروسية أن وزارة الاقتصاد اليابانية فرضت عقوبات جديدة على 57 كيان روسي وعدة شركات من دول أخرى وأشارت نوفاستي أن اليابان ستطبق اعتبارا من 22 من شهر ديسمبر الجاري حظرا على تصدير منتجات إلى العديد من الشركات الروسية العاملة في مجالات مختلفة مثل صناعة الطيران والسيارات والألات يذكر أن حوالي 494 الشركة ومنظمة في روسيا تغضع حاليا لإجراءات حظر التصدير الذي فرضته الحكومة اليابانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ويسعى البنك المركزي لمواجهة تدعية الاقتصادية للعملية العسكرية في أوكرانيا بما يشمل عقوبات غربية وزيادة في الإنفاق الحكومي العسكري واستدعاء لمئات الألاف من الرجال للقتال يأتي رفع أسعار الفائدة سعيا لاستنزاف الطلب من خلال يجعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة وتشجيل المستهلكين والشركات على الادخار وليس الإنفاق طباط النشاط التجاري في منطقة اليورو بمعدل أسرع في ديسمبر تحت وطأة ازدياد الانكماش في فرنسا وانخفض مؤشر مدير المشتريات في منطقة اليورو الصادر عن مؤسسة ستاندرد أمبورز إلى 27 نقطة في ديسمبر مقارنة ب47.6 نقطة في شهر نوفمبر كما انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1 من 10% في الربع الثالث وفقا لبيانات رسمية توقع البنك المركزي الألماني انكماشا طفيفا لاقتصاد البلاد هذا العام ونموا ضئيلا في العام المقبل يأتي ذلك في ظل ضعف الطلب من الخارج والحد من الدعم الحكومي للتحول الأخضر وتضرر النشاط الاقتصادي من ارتفاع أسعار الفائدة ومقارنته مع التوقعات السابقة التي صدرت في يونيو وأظهرت توقعات البنك نصف السنوية لأكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا أقل قليل من المتوقع في 2023 ولكنه أيضا قلص كثيرا حجم الانتعاش المتوقع في 2024 وتشير التوقعات الأحدث إلى تراجع الاقتصاد الألماني بنسبة 1 من 10% في العام الحالي وتحقيق 4 من 10% في العام المقبل انكماشا اقتصاد نيوزيلاندا بشكل غير متوقع في الربع الثالث من العام الجاري واستطى تراجع للإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات في البلاد مع ارتفاع الفائدة أظهرت تهيئة الأحصاء النيوزيلانديا انكماشا نتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 من 10% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثالث من العام الحالي وانكماشا الاقتصاد في الربع الثالث على أساس سنوي بنسبة 6 من 10% وهو أضعف أداء له منذ أزمة كورونا في عام 2021 أكدت القيادة الأمريكية المركزية أن هجوما صاروخيا باليستين انطلق من منطقة تسيطر عليها قوات الحوثي في اليمن باتجاه ممر ملاحي دولي في البحر الأحمر لم يسفر عن إضرار أو إصابات وذكرت القيادة المركزية الأمريكية على منصة X أنها تراقب الوضع عن كثب على الرغم من أن هذا الحادث لم يشهد تدخل قوات أمريكية ومن جهتها قالت قوة مكافحة القرصنة في الصومال التابعة للتحاد الأوروبي اليوم إن سفينة تابعة للبحرية الإسبانية تبحر بأقصى سرعة لها باتجاه سفينة تجارية قد تكون مختطفة من قبل القرصنة وفي واقعة الثانية أعلنت شركة الأمن البحري البريطاني أمريان السفينة حويات ترفع علم ليبيريا مملكة لشركة الألمانية تعرضت لأدرار جراء هجوم جوي على بعد 50 ميلا بحريا شمالي ميناء المخال يمني وأضافت أمري أن السفينة كانت تتحرك جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما أصيبت بمقضوف تسبب في نشوب حريق على سطحها وسقوط حاوية في البحر من جانبه قال مسؤول دفاع أمريكي أن مقضوفات انطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة قوات الحوثي في اليمن أصبت سفينة الجسر التي ترفع علم ليبيريا ما تسبب في نشوب حريق دون وقوع إصابات دعا نحو 44 مليون ناخب من سكان القانون الديمقراطية البالغ عددهم 100 مليون نسمة إلى التصويت في العشرين من ديسمبر الجاري لانتخاب رئيس للبلاد ويتنافسوا 22 مرشحا للاقتراع الرئاسي بمن فيهم الرئيس المنتهية ولايته فليكس تشيتسكيدي المرشح لولاية ثانية مدتها خمسة سنوات في بلد تبلغ مساحة 2.3 مليون كم مربع ويعاني من نقص كبير في البنية التحتية في تحدي حقيقي في بلد كبير مثل الكونغو الديمقراطية دعا نحو 44 مليون ناخب من سكان البلاد البالغ عددهم 100 مليون نسمة إلى التصويت في العشرين من ديسمبر لانتخاب رئيس للبلاد إضافة إلى النواب على المستوى الوطني والمحلي والمستشارين البلديين وقد قدم الرئيس فليكس تشيتسكيدي الذي شعار حملته الانتخابية الوحدة والأمن والازدهار قدم نفسه للناخبين باعتباره الخيار الأقل إزعاجا لبلد يحارب عددا لا يحصى من الجماعات المتمردة في الشرق ويكافح الفقر المستشري ويتنافس نحو 22 مرشحا للاختراع الرئاسي بمن فيهم الرئيس المنتهية ولايته فليكس تشيتسكيدي المرشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في بلد تبلغ مساحاته 22 و3 من 10 مليون كيلو متر مربع ويعاني نقصا كبيرا في البنية التحتية وكان عدد المرشحين 26 في بداية الحملة الرسمية في التاسع عشر من نوفمبر لكن أربعة مرشحين انسحبوا لمصلحة رجل الأعمال السرية والحاكم السابق لقليم كاتنغا الغني بالمناجم مويس كاتومبي وفي العاصمة كنشاسة حيث تحمل أغلبية اللوحات الإعلانية ملصقات تظهر تشيتسكيدي بمظهر الحازم يقول بعض الناخبين إن الحملة الانتخابية هادئة جدا هذه المرة مع ظهور ثلاثة أو أربعة مرشحين رئيسيين فقط وقد شهدت الولاية الأولى للرئيس فليكس شيسيكيدي قائمة طويلة من الأزمات الاقتصادية في البلد الذي يعد أكبر مورد للكوبالت وسالس منتج للنحاس في العالم اتفقت فانزوالا وجيانا على عدم استقدام القوة ضد بعضهم البعض حول منطقة إيسيكيو الحدودية الغنية بالنفط وأعلن رئيس فانزوالا وجيانا في بان المشترك أنه سيتم بحث سبل نزع فتيل التوتر حول منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة علاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والتحداث آلية لتجنب اشتعال الأحداث على الأرض وتحولها إلى توترات أكبر كما اتفق رئيس البلدين على الاجتماع مجددا في غضون ثلاثة أشهر في برازيل التي توافق على أن يكون الرئيسها لولا دا سالفع وسيطا في هذا النساء كشفت تقارير لوكالة الطاقة الدولية توقعات لوصول الاستخدام العالمي للفحم إلى مستوى قياسي في عام عشرين ثلاثة وعشرين ويأتي هذا بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء وضعف انتاج الطاقة الكهرمائية في الاقتصادات الناشئة والنامية على الرغم من توصل ما يقرب من مائتي دولة لاتفاق رائد يهدف للانتقال بعيدا عن الوقود الاحفورية في مؤتمر الأمم المتحدة السامن والعشرين للأطراف في دبي توقعت وكالة الطاقة الدولية وصول الاستخدام العالمي للفحم إلى مستوى قياسي في العام الحالي مع استمرار قوة الطلب في الاقتصادات الناشئة والنامية كما توقعت الوكالة أن يزيد الطلب على الفحم بنسبة 1.4% في العام الحالي ليتجاوز 8.5 مليار طن لأول مرة حيث من المتوقع نمو الاستخدام في الهند بنسبة 8% وفي الصين بنسبة 5% بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء وضعف انتاج الطاقة الكهرمائية في الوقت نفسي توقعت الوكالة العالمية انخفاض استخدام الفحم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنحو 20% لكل منهما في عام 2023 الوكالة أوضحت أن استخدام الفحم الذي يتم انتاجه واستخدامه دون الاستعانة بتقنيات تقلص بعسات الغازات المسببة للاحتباس الحرارية يجب أن ينخفض بشكل أسرع بكثير من أجل الوصول إلى الأهداف التي حددها اتفاق باريس تقرير الوكالة الدولية توقع أن تسجل الصين أكثر من نصف التوسع العالمي في استخدام الطاقة المتجددة على مدى السنوات السلاس المقبلة مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الفحم لديها في عام 2024 واستقراره حتى عام 2026 وسط توقعات بأن يظل الاستهلاك العالمي أعلى بكثير من ثمانية مليارات في العام ذاته رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق سياسي تم توصل إليه بين البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات وتعزيز السلوك المؤسسي المستدام والمسؤول عبر سلاسل القيمة العالمية وذكرت المفوضية أنه سيطلب من الشركات الكبيرة تحديد الآثار السلبية لأنشطاتها على حقوق الإنسان مثل عمالة الأطفال واستغلال العمال وعلى البيئة مثل التلوث وفقدان التنوع البيولوجي ومنعها أو إنهائها أو تخفيفها عند الضرورة أكدت وزارة الصحة اليابانية ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أرجاء البلاد للأسبوع الثالث على التوالي وأضافت الصحة اليابانية أن نحو خمسة ألاف مؤسسة طبية سجلت سبع عشرة ألفا وثلاثمائة وتسع وسبعين حالة إصابة خلال سبعة أيام بزيادة قدرها ثلاثة ألاف وسبعمائة ستة وتسعين عن الإصبوع السابق عليه وأضحت الوزارة أن متوسط عدد المرد لكل مؤسسة طبية بلغ ثلاثة فاصل اثنين وخمسين على مستوى البلاد وهو ما يمثل زيادة أسبوعية بنسبة ثمانية وعشرين في المئة قالت لجنة الإنقاذ الدولية في تقرير لها أن تغير المناخ وتفاقم الصراعات المسلحة وتزايد أعباء الديون وتقلص الدعم الدولي عوامل ستؤدي لتفاقم الأزمة الإنسانية في شتى أنحاء العالم خلال عام 2024 وفي قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2024 أشارت اللجنة إلى أن عشرين دولة معرضة لأكبر خطر لتدهور الوضع الإنساني في العام المقبل مزيد من الأزمات الإنسانية ستتفاقم في شتى أنحاء العالم خلال العام المقبل ما بين تغير للمناخ وتفاقم للصراعات المسلحة وتزايد لأعباء الديون هكذا توقعت لجنة الإنقاذ الدولية في أحدث تقرير لها وفي قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2024 أشارت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إلى أن عشرين دولة معظمها في القارة الأفريقية معرضة لأكبر خطر لتدهور الوضع الإنساني خلال العام المقبل التقرير يأتي بعد ارتفاع عدد من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام إلى 300 مليون شخص فيما وصل عدد الذين أكبروا على الفرار من منازلهم إلى 110 ملايين شخص وجاء في قائمة مراقبة الطوارئ الخاصة باللجنة الأراضي الفلسطينية المحتلة ودول من أفريقيا جنوب الصحراء وميانمار وأفغانستان في أسيا وسوريا ولبنان واليمن في الشرق الأوسط وأوكرانيا في أوروبا بالإضافة إلى الإكوادور في أمريكا الجنوبية وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن المناطق العشرين تضم حوالي 10% من سكان العالم لكنها تمثل 86% من الاحتياجات الإنسانية العالمية و70% من النازحين وحصة متزايدة من الذين يواجهون الفقر المطقع والمخاطر المناخية تعرضت الصين لانخفاض حاد بدرجات الحرارة ومن المتوقع أن تنخفض أكثر في الأيام المقبلة سقطت الثلوج وغطت مساحات واسعة من البلاد خصوصا العاصمة بكين ما اضطر السلطات لتعليق الدراسة في إطار توفير السكن اللائق لجميع المواطنين وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة أكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء خالد صديق طرح الصندوق وحدث سكنية جديدة بمناطق تقع في نطاق محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية ومن المقرر تسليم تلك الوحدات كاملة المرافق خلال العام بنظام تشطيب فاخر مع وجود تسهيلات في أنظمة الدفع كما خصصها صندوق التنمية الحضرية رقم خط ساخن للمشروع وهو 15.444 وذلك بهدف تسهيل تواصل المواطنين الراغبين في الحجز للاستفسار والاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع بما في ذلك أنظمة الدفع وتسهيلاتها يخد فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي مواجهة قوية في الثامنة من مساء اليوم أمام نظيره اتحاد جد السعودي في إطار منافسات ربع نهائي كاس العالم للأندية التي تقام في السعودية وتعد المواجهة هي الثانية بين الفريقين في إطار مونديال الأندية بعد المباراة الأولى في نسخة عام 2005 ويأمل النادي الأهلي في تحقيق الفوز للتأهل لمقلاقة فلومينسي البرازيلي في الدوري نصف النهائي يترقب عشاق كرة القدم في مصر تجهين النادي الأهلي مشاركته في فعالية بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية والتي انطلقت بفوز اتحاد جد السعودي في مواجهته ضد أوكلاند سيتي أنيوزلندي ليصعد لملاقات المارد الأحمر بطل دوري أبطال أفريقيا وتشهد مباراة الدور الثاني للبطولة مواجهة كلاسيكية مصرية سعودية على ملعب الجوهرة بين النادي الأهلي واتحاد جد السعودي في تكرار لمواجهة الفريقين بنسخة مونديال الأندية لعام 2005 التي انتهت بفوز الاتحاد بهدف دون رد ويعاول المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر المدير الفني للكتيبة الحمراء على خدمة كوكبة من أبرز اللاعبين داخل القارة السمراء ويأتي في مقدمتهم حسين الشحات والنجم التونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسيتاو وغيرهم من اللاعبين المحليين المتميزين ويأمل الفريق الأحمر وجماهيره التي ستحضر بكثافة لقاء اتحاد جدة يأمل في تحقيق الفوز على فريق السعودي لملاقات فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في الدوري نصف النهائي النادي الأهلي بطل أفريقيا يتطلع إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة في مونديال الأندية إذ يشارك في البطولة للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي بعد نسخ البطولة الثلاث الماضية في كل من قطر والإمارات والمغرب على الترتيب كما يعد فريق النادي الأهلي الفريق الأكثر خوضاً للمباريات في البطولة برصيد 22 مباراة حتى النسخة الماضية في الوقت الذي يتطلع فيه إلى تحقيق مركز أفضل من المركز الثالث الذي حققه في النسخ الثلاث السابقة يبدل السوريون جهوداً كبير لإدراج صناعة الزجاج بدمشق في قائمة اليونسكو الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي والذي يحتاج إلى حماية عاجلة تعد صناعة الزجاج بسوريا مهنة شاقة تتطلب استخدام أفران خاصة وكذا تتطلب قدرات تحمل استثمائية سنوات مريرة عاشها السوريون وسط أجواء الحرب الضارية إلا أنها كانت تزداد صعوبة على أصحاب المهن والفنون فقد خاضوا حرباً أخرى دفاعاً عن فنون يخشون اندثارها مع وفاة الآلاف وتعثر الاقتصاد أحمد الحلاق فنان يعشق مهنته في صناعة الزجاج عاش ويلات الحرب على المستوى الإنساني وأيضاً المهني وبدل جهوداً كبيرة لإدراج هذا الفن المتميز في قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى حماية عاجلة نحن نعتبرها مهنة وراسية 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 لأنه متوارسة عن الأجيال وعن العائلات يعني من قديم نحن نقول في موجود حائل القزاس في دمشق من منطقة الشاغور هن اللي كانوا على اسمهم يشتغلوا الزجاج وكانوا يعلموا أهلهم بس ما يعلموا الغريب طبعاً بعد فترة نحن الوالد تعلمه من جده جده من بيت القزاس تعلمه منه وتم استمر فيها طبعاً علمنا نحن 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 نحاول نعلمه لأولادنا ولعل نفخ الزجاج هذا الفن الذي عرفه العرب منذ آلاف السنين وبرعوا فيه لعله كان سبباً لأسرة الحلاق لكي تتكاتف للحفاظ عليه بعدما لم يتبق إلا حفنة من الحرفيين الآخرين هم من بين القلائل الذين بقوا في البلاد علاوة على توقف أعمالهم خلال الصرع مهنة شاقة تتطلب استخدام أفران تصل درجة حرارتها إلى ألف ومئتي درجة مئوية كما تتطلب قدرات تحمل استثنائية نعتبر أننا نفخ الزجاج هذا الفن فن أصيل وأديم ونحن نريد أن تطور عليها طبعاً بهالجيل الذي يأتيه وإن شاء الله الجيل الذي يطور عليها لأنه مثل ما أقول لك مثل الفنان اللي بيرسم لوحة أو مثل النجار اللي بيحفر خشبة أو مثل النحاس اللي بيدقن حاسة لحتى يطار على اسمه ونفخ الزجاج هيك بس هي متعبة أكتر وبدأ صبر كتير نحو 13 عاماً شهدت نزوحة وتهجير الآلاف من الفنانين بكافة الفنون مع أزمة اقتصادية طاحنة وعلى الرغم من ذلك لم يهتز عزم الفنان السوري عن إكمال مسيرة أجداده ليثبت الفن أنه ربما كان الوسيلة الوحيدة للنجاة وأن الشعوب جميعها تحب الحياة ما استطاعت إليها سبيلا مشاهدين وصلنا مع حضرتكم لنهاية نشرة الثالثة ولم يتبقى سوى التذكير بأبرز العنوين الوطنية للانتخابات تبت اليوم وغدا تطعون على قرارات اللجان العامة بالانتخابات الرئاسية إن وجدت تواصل القصف الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية ومطالبات دولية بوقف استهداف المدنيين والتصدي لممارسات المستوطنين بوتن يتعهد بالانتصار على أوكرانيا ويحذر من مغبة القرار الأوروبي ببدء محادثات انضمام كييف للتكتل انتهت نشرة الثالثة من التليفزيون المصري شكرا لكم إلى اللقاء